نجم الفريق عبدالله السعيد قال بشكر جماهير نادي الزمالك والحمد لله على اول بطولة له مع نادي الزمالك اعتز بها كثيرا اللعب مع الزمالك والفوز وبطولة شرف كويل له وكنا بحاجة لهذه البطولة وقال تلقينا الهدف الاول ولكن تمكننا من التعويض وفوزنا برقلات الترجيح اللاعبين كانوا متكاتفين على قلب رجل واحد وكنا بنصدق قدرتنا على العودة بالفوز رغم هدف النادي الاهلي اكبر ضغط علينا كان رغبتنا في اسعاد جماهير نادي الزمالك اللي تعبت مع الفريق في ظروف صعبة للغاية شكبالة بعد المباراة قال انه عمل للفريق لللاعبين فيديو جمع فيه التصريحات وكلام من الناس اللي كانت بتقول انه الاهلي هيكسب المباراة دي بسهولة وقال انه الكلام دوت كان حافز لنا كبير جدا ان احنا نفوز بالمباراة وقال انه ده اللي حمسنا ان احنا نفوز من المباراة وده برضو كلام جوزي جوميز اللي قالك ان تصريحات الناس انه الاهلي هيكسب بسهولة دي اللي خلتنا ننزل المباراة بحماس شديد هقولك حاجة في منتهى الغرابة وعكس الطيور تماما يعني في العالم كله في العالم كله جمهور الاعلام المحللين شوف الطرف الافضل نظريا مين ويقولوا انه هو المرشح الاجبر انه يفوز بالمباراة دون سخرية من المنافس يعني حط دي على جنب الناس اللي بتسخر ولا بتهزر دول حطهم على جنب بس طبيعي حالة الاهلي ممكن تقول انه له افضلية ساعات الزمالك بيخش مباراة الاهلي وله افضلية ساعات ريال مدريد يخش قدام برشلونة وله افضلية وساعات برشلونة يخش قدام ريال مدريد وهو له افضلية فاهم؟ منشستر سيتي ومنشستر الانترين بس الفايسل ايه؟ يعني الاعلام الجمهور اي حد يتكلم في الكلام ده عادي قول نظرتك وحتى لو الامور منطقية قولها بس هنا الخطأ الجسيم اللي وقع فيه فريق النادي الاهلي جاس فني ولاعبين انه هم صدقوا ده يعني الجمهور والاعلام يقولوا زي ما يقولوا المحللين الجمهور يقولوا زي ما يقولوا لكن انت كلاعب ما ينفعش تسدق ده انت كمدير فني واجهز فني ما ينفعش تسدق ده انتوا ما ينفعش تستسلموا لده